يلاحق القصف الإسرائيلي المدنيين في غزة من مكان إلى مكان حتى بات يرى نفسه محظوظاً من تتوفر له عربة مجرورة مثل هذه لنقل ما تبقى له من ممتلكات وتعزيز فرصه في إيجاد مكان شبه آمن يؤي فيه عائلته لبضعة أيام أو أسابيع قبل أن تدهمه القذائف الإسرائيلية مجدداً بحسب بعض النازحين قد تكون خان يونس ومناطق وسط غزة آمنة بعض الشيء خاصة أن إسرائيل أعلنتها منطقة آمنة واجتذبت آلاف النازحين لها ولكن هذا لا ينفي إمكانك تستهدافها من قبل مدفعيات الاحتلال في أي لحظة كما حصل في مناطق أخرى مثل رفح التي تعج بمخيمة النازحين الليلة كانت صعبة جداً كان قصف واشتباكات وعدة تفهم مشناها الليلة وقلنا إن شاء الله من الصبح أول من الساعة ستة والله قاعد بفك فيه وفر أكثر من مليوني شخص من الحرب الإسرائيلية إلى جنوب القطاع ووسطه يتكدسون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة وسط شح في المياه والغذاء والدواء وغيرها من الضروريات الحياتية وفي ظل إغلاق إسرائيل للمعابر والأعداد الكبيرة من النازحين التي تحتاج إلى مساعدات إنسانية تتواصل المطالبة الأممية والدولية لوقف شامل لإطلاق النار في القطاع وفتح المعابر لإدخال المساعدات اللازمة وسط تحذيرات جديدة من كارثة إنسانية قد تكون الأسوأ في المنطقة سبأ أسبوع تيريتي عربي اشتركوا في القناة